شاهدت مؤسسة شباب القادة فعاليات المسابقة النهائية من تصفيات منصة الأنشطة الطلبية مرحلة عرض المشروعات وشاهدت المسابقة عرض الأنشطة الطلبية المختلفة وخطة أصحابها على خبراء من مجالات مختلفة وتقوم لجنة التحكيم باختيار أفضل الفرق من بين 500 نشاط طلبي من كل الجامعات على مستوى الجمهورية هدف برنامج ليدرز ليج هو أول وأكبر منصة بتجمع كل الأنشطة الطلبية على مختلف الجامعات المصرية بالتعاون المثمر لما بيننا وما بين وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الهدف منه أن احنا عايزين نوصل لكل الأنشطة الطلبية عشان نقدر نقدم لهم تلات حاجات مهمين جدا الدعم الحكومي الممثلة في الوزارات المعنية بمشاريع وأفكار الشباب وده كان طلب رئيسي أن الشباب عايزين يقولوا أن الحكومة تبتدي تشوف أفكارهم الحاجة الثانية دعم مادي مقدم من القطاع الخاص عشان يكملوا في المشروعات بتاعتهم دعم ثالث ودعمه مهم جدا هو دعم حضراتكم الإعلامي عشان تسلطوا الدوق عليهم الأفكار هائلة جدا طبعا وويل أف يعني التيم كله شغال بشكل كويس جدا عشان نضمن استمرارية الليدرشيب ليج على كذا سنة الأفكار بتاع الشباب هائلة جدا إحنا في الجارجمنت بانيل بتاعة الموضل والإنفيرومنتل سمعنا من الشباب أفكار هائلة جدا التقييم بيكون على حسب معايير بنحطها البانيل كلها بتشترك فيها كلية تمريد مشاركة كأحدى طلاب من أجل مصر بتهتم أن هي تطلع كوادر من الطلاب الجامعة الوعية تقدر أن هي تتعامل مع المشكلات المجتمعية الموجودة حوالي إحنا عايزين نعمل بيئة لأي طالب جاي خصوصا أن إحنا خلاص بقينا سنة تانية فلهو ليه لا ما نبدأش معه اللي كانوا مكاننا واللي عاشوا معانتنا فلهو قلنا خلاص لا إحنا عملنا مثلا بنعمل ويب سايت الويب سايت دي فبتدخل عليها بتلاقي فيها مثلا حاجات خاصة بالسنة اللي فيعتد كل ما بنعدي سنة وليفل ورا ليفل بنحط كل الماتيريال اللي تقدر تفيد المرحلة اللي إحنا عدنا بيها دي